العلوم وتقنيات النشاطة المدنية وأيضا العلوم السياسية دخلوا في إضراب عامي الدراسة وهذا بالمركز الجامعي الوانشاريسي كرد على المقترح الذي نقشته ندوى الجهوية لجامعات الغرب والمفضي إلى الغاية تسجيلات الجامعية في التخصصين سنة المقبلة محمد أغوليش رصدتاني كان قرار مجحف في حق معهد بحجم معهد علوم وتقنيات النشاطة البدنية والرياضية للمركز الجامعي تسجيلات الذي كل سنة يستقطب حتى 300 طالب الطالب عليه السنة التي فاتت كان 1200 طالب أعطونا منهم 158 طالب نظن هذا المعهد على مستوى الوسط هو الوحيد الذي يمثل تسجيلات رئيس المركز الجامعي من جهته ذكر أن إدارته لم تستلم أي قرار وزري في هذا الشأن المركز الجامعي التيسم سيلت لم يتحصل لحد الآن على قرار غلق معهد الرياضة وقسم العلوم السياسية أقول لهم أمام الملأ بأنها مجرد إشاعات وأنا فيه اتصال مع ابنائنا الطالب أنا ستشرح لهم هذا الأمر هذا